شايفة الحزن اللي عندك ده في الفترة دي شايفة بيخرج في صورة عصبية شوف برج الميزان انا هقول لك على حاجة انت انا شايفك مجروح من الشخص ده كتير جدا هو في حاجة انا شايفة حتى الشخص التاني انا شايفة احساسه بالزعل اقوى منك لان هو عنده مع الزعل ده انا شايفة في عنده ندم انا شايفان ادمان جدا فشايفة ان هو بيعيش احساس اصعب من احساسك وشايفة في نفس الوقت عايش معاناة من حاجات كتير شايفة عند بعضكو يا برج الميزان في بينك وبين الشخص ده او بينك وبين الطرف التاني ده فيه اشخاص مشتركة يعني ممكن يكون عند البعض منكو انتو جيرين او او فيه تعارف ممكن نقول عليه عائلي يعني ممكن عائلتك وعائلة الطرف ده بيعرفوا بعض لاني شايفك بتشوفه احيانا بس مش بتتكلمه فيه مراقبة من الطرفين ايوا فيه مراقبة من الطرفين شايفك برج الميزان بتعرف عنه شوية حاجات بس شايفك برضو متضايق يعني انا شايفك يا برج الميزان عايز تدخل في تفاصيله اكتر او عايز تعرف حاجات معينة في دماغك غير اللي بتسمعها شايفك كمان غيرة غيرة من ناحيتك على الشخص ده يعني شايفك انك حاسس ان الشخص ده من حقك من حقك ان انت تعرف عنه كل حاجة شايفة عند البعض كمان الطرف التاني بيكتم مشاعره اللي هي برضو قوية يعني انا شايفة حبه قوي جدا جدا للطرفين بس مش بيفكر كتير في شكل العلاقة شايفة بيحلم يكون معك شايفة الطرف التاني بيجاي ربنا بعضوك يا برج الميزان شايفة مل من الانتظار يعني في البعض منكو قرر يبعد او يختفي تماما من قدام الشخص ده لان شايفة البعض ممكن يكون بيسافر ويرجع شايفة مش واسق في مشاعر الطرف التاني اصلا يعني انت زي ما قلت هي العلاقة عند البعض منكم ممكن تكون سرية عليكم تولي اتنين يعني هو اللي بينكم احاسيس ممكن تكون حاسس من ناحيته ان هو بيحبك بس انت مش متأكد العلاقة اللي احنا بنتكلم عنها دي في الغالب هي مع ابراج نارية شايفة بعدك يا برج الميزان ان كان عندك ممكن البعض منكم يعني كان عنده تجربة قبل كده او اتخدعت فيها انجرحت فيها ممكن يكون من الشخص ده نفسه في السابق وممكن يكون من حد تاني شايفة انت خايف ان دا يتقرر في العلاقة دي او تكون خايف يتقرر لو انت صرحته بس شايفة ان العلاقة دي هيكون فيها تواصل بس هياخد وقت هياخد وقت شوية بالذات لو فيه طرف تالت سواء عندك او عنده او انتو اللي اتنين في الغالب العلاقات اللي فيها طرف تالت انتو عارف ده يعني عشان اللي بيسمع مش كل العلاقات او مش كل برج الميزان فيه طرف تالت لأ انا بتكلم هنا انا بتكلم عن علاقة اصحابها هم عارفين دا عارفين ان فيه طرف تالت انت عارف ده والشخص التاني عارف عنك ده خلاص كده اتفقنا ان طرف تاني دي او طرف تالت دي هي مش منطبقة على القل بعضكو انا شايفة ان الطرف التالت عنده هو الاهل في تدخل شفت شايفين من ممكن تكون الستة دي ممكن تكون الام وممكن تكون من طرفك انت يا برج الميزان او الطرف التاني برضو يعني شايفة التدخل من الاهل ده هو رفض العلاقة دي تماما يعني رفضها خالص او ممكن نقول ان موضوع الاهل ده تسبب في هدم العلاقة دي شايفة البعض من مواليد برج الميزان بعضكو اتعرض لخيانة ممكن تكون من ابراج هوائية او مائية او ممكن يكون العكس برضو يعني انت اللي خونت الطرف التانية برج الميزان او اللي بيسمع الكراءة كل واحد عارف حالته او العلاقة دي ممكن نقول ان الانتصال فيها شايفة حصل من شهور يعني ما بين ستة لثمن شهور عند البعض شايفة شايفة وصلت لمحكمة او انت اللي بتطلب او انت بتطلب العدالة في العلاقة دي شايفة فيه طرف اتعرض لظلم كبير لان شايفة مشاكل كتير جدا حصلت وفضلت تتصاعد وتكبر من ولا حاجة يعني مشاكل بدأت تقريبا حصل تدخل ناس شايفة مشاكل ابتدت تكبر من كل ناحية لكن البداية بتاعتها كانت ولا حاجة او كانت حاجة بسيطة لكن فيها بس شايفة تتصاعد 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 بشكل غريب يا برج الميزان بعضها كان فيها شكوك فيها غيرة بعضها كان ممكن يتحل جدا في بدايتها خالص في البعض عندكم كان السبب مادي اللي في الحالة دي برج الميزان انت بتعيش حالة حزن شايفة بتعيش حالة حزن كبيرة جدا وشايفة منطوية على نفسك وعلى الزكريات بعضكم برج الميزان الطرف التاني برضو شايفة بيعيش الندم او لسه هيمر بحالة ندم شايفة عند البعض خلاص انت اديت ضهرك للعلاقة او الطرف التاني هو اللي اديت ضهره للعلاقة مش عايز مصالحة خالص شايفة كافلت على قلبك بس انا شايفة فيه نسبة رجوعي يعني برغم كده انا شايفة فيه نسبة رجوعي كبيرة يعني برغم السيناريوهات يعني انا قلت القراءة اللي قدامي بكذا بكذا شكل عشان تنطبق على الغالبية ان شاء الله ده بالنسبة للمطلقين او المنفصلين وده غير السيناريو اللي قلناه في الاول عن العلاقة اللي ما فيهاش اي اعتراف دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول شايفة فيه تواصل في العلاقة دي جماعة هيكونوا عن طريق شخص مشترك بينك انتو القانون فاهمين فيه فاهمين انا بتكلم عن ايه العلاقة اللي فيها طرف تالت اللي ما فيهاش اعتراف بحبه بس انتو القانون بتحبوا بعض شايفة هيكون فيها تواصل عن طريق شخص مشترك بينكو انتو القانون يعني ايه شخص مشترك يعني شخص انت تعرفه والطرف التاني برضو يعرفه هو الطرف ده مش هيوصل كلام يعني مش هيوصل كلام منك ليه او منه ليك لا بس هيكون سبب بشكل او باخر يعني بس مش مش هتستخدموه الشخص ده مش هيكون مستخدم من اي حد فيكو هو الموضوع هيحصل ممكن بستطفه هيكون سبب النقط الكلمة او على الاقل هي الطرف التاني يا برج الميزان هيبين حبه ليك ده ممكن يحصل في الفترة ازاي ما قلنا ما بين منتصف شهر يونيو لمنتصف شهر يوليو ان شاء الله اه علاقة برج الميزان بالابراج الترابية اه شايف ان فيه علاقات كتير بالرغم انك افلتها او هو وشايفة السبب عند بعضكم ان ما فيش جدية في العلاقة اه شايفة اكتر حاجة مسيطرة على طاقة برج الميزان الفترة دي انه مش قادر ياخد قرار يعني انت برج الميزان الكراءة عندك فيها كمية تردد كتيرة انت تعبين جدا اه طاقة كفزيت في حاجات كتير انت مش قادر تميزها اه في عندك افكار متناقضة اه بالتالي بناء على ده كله فانت مفيش استقرار نفسي اه اه حتى عند البعض اه نفس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة يعني فيه ناس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة نفسها فيه علاقات انا شايفة مس المستقرة اه رايحة جايه حتى مع المرتبطین يعني اللي في علاقة زواج Daarيحة جايه مفيه اه رايحة جايه فله لا فيهاش اه استقرار مش مع المنفصلين بنس شايف برج الميزام يسيطر عليه في الفترة دي طبته الهوائية قوي يعني انت سعيد برج الميزام بيسيطر عليك اسم البرج بتاعك اللي هو الميزام بتبقى بس ممكن من كتر ما انت بتتحمل ودي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت انت بتتحمل حاجات كثير بتعاني كثير بتيجي على نفسك في حاجات كثير بتحس انك ممكن تساعد اشخاص كثير او تتحمل ردود افعالهم وبالتالي بيجي عليك فترة بتكون صعبة عليك وعا كل مش عليك انت لوحدك عليك وعلى كل اللي حواليك لان طاقتك بقى الهوائية بتظهر انه من كتر الضغطات اللي انت تعرضت لها بيبتدي التفكير يبقى فيه تهور بس انت في حاجة هتكتشفها الفترة دي والحاجة دي هتوضح او هتكون اجابة علي اسئلة كثير بالدور في دماغك انت من ضمن الافكار اللي في دماغك فيه اسئلة فيه حاجة انت هتكتشفها في الفترة دي هتكون رد على الاسئلة اللي في دماغك دي شايفة فيه رجوع وارتباط مع ابروج نارية وبقوة لان شايفة علاقة حب قوية غير ان هي علاقة حب قوية انا شايفها منزهة يعني ايه يعني علاقة كده فيها حب حب الشخص اللي نفسه يعني شايفها منزهة من اي شهوات بمعنى اصح لو قدرت اوصل ولو فاهمين ان اقصد ايه انتو اللي اتنين بتحبوا بعض حب اللي هو بنسميه الحب الحقيقي لكن العلاقات السلسية اللي فيها طرف برج و ناري انا شايفة يا برج الميزان ان القدر او ربنا هو دس اللي يقدر يجمع بينكم لان لو حصل تدخل منكم وده ممكن يكون اجابة على التردد لان انا شايفك يا برج الميزان متردد كتير او الطرف التاني هو اللي متردد كتير في حاجة بتاعكم في حاجة انتو خايفين منها في حاجة ماينفعش تقدموا عليها وده فعلا هنا هو الظهر عندي لو حصل اي حاجة منكم انتو غير التلميح او غير انك تعرف زي الحاجة اللي انا شفتها في البداية في الشخص اللي بينكم اللي هيخلي العلاقة تقرب شوية بس مش لازم ان هي تقرب جدا او مش لازم ان انتو اللي تتصرفوا في ان العلاقة دي تنتهي بزواج او كده لان انا شايف هنا فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تانية انا هنا بتكلم عن سيناريو معين عن علاقة معينة ما بتكلمش البرج النزام كله زي ما قلت لازم الطرفين يتأكدوا باي شكل يعني ولو بتنميح لان انا شايفة ان برج النزام محتاج جدا انه يتأكد رغم ان هو بيحس ده بس محتاج جدا انه يتأكد ان الطرف التاني هو كمان بيبادله نفس الاحتاس رغم ان هو حاسس شايفة ان ده هيحصل قريب زي ما قلت بمساعدة شخص تالت مشترك بينكم شايفة انكم بتحسوا ببعض احساس قوي جدا برغم ان ما فيش مصارحة فعلية وزي ما قلت ان المنع اقوى منكم انتو اللي اثنين العلاقة دي محتاجة صبر شايفة هتتحل الوحدة يعني اللي هيسأل هي هتتحل او مش هتتحل هي هتتحل بس من عند ربنا مش انتو لو انتو اللي عملتوها يبقى فيها خسارة لحاجات تانية كثير وادام خسارة يبقى حاجاتها توجعكو فبالتالي العلاقة اللي انتو عشوها بعد كده او الحب اللي بينكم بعد كده او لو حصل ارتباط ناتج عنه خسارة في حاجات تانية مش هيكون فيها راحة يعني مش هتكونوا مش هتكونوا مبسوطين بالعلاقة وبالتالي هيأثر عليها فاكيد ده اللي مش ده اللي مش عايزينوا ليها يعني بعضوكو بقى يا برج النزان اللي بيتعامل في الحب بدماغه شايفة فيه بعضوكو بيتعامل بدماغه زيادة عن اللزوم انت في حاجات كتير شايفك فغير ما تفاهمها غلط وهتضيع العلاقة بتفكيرك الغلط يعني فيه حاجات كتير انت بتتعامل بدماغك ازاي يعني كتير لاغي قلبك كده وبتتعامل بالذكاء يعني لا انا مش هرجع عشان اللي حسن يكون هو بيفكر فيه كذا فانا هعمل كذا لا فيه حاجات كتير عندك غلط مش مش صح انك تتعامل بدماغك طول الوقت في العلاقات العاطفية عندك شكوك كتير عايز اقولك ان احنا في الحب بنسمع كلام قلبنا شوية كلام قلبنا شوية وعقلنا شوية مش قلبنا بس ولا عقلنا بس ده بالنسبة اللي بكلمه هنا اللي بيتعامل في العلاقة بالشكل ده بدميغه شوية. المنفصلين مع ابراج هواقية شايفة فيه هيكون رجوع ان شاء الله بس تفيه رجوع بشروط. وفي الغالب الشروط ديت هتكون من ناحيتك انت يا برج الميزان انت فيه حاجات شفتها في العلاقة دي يعني انا انا شايفك اتعرضت لخزلين انت عملت مجهود كبير جدا في العلاقة دي اتقابل اتقابل يعني شايفة اتقابل بممكن نقول مش غدر بس قل التقدير فانت قررت لو فيه رجوع هتكون يعني هتحطله شروط او هتكون هتكون عايزه بالشكل اللي ريحك انت اقراءة موفقة يا برج الميزان ما تنسوش السابسكرايب واللايك والشير لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكو كل جديد وهستنى تعليقاتكو عن الفيديو ان شاء الله شكرا للمتابعة برج الميزان اشتركوا في القناة